مساء الخير عليكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخين و اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استشارة على الهو استشارتنا النهاردة عن الاسنان وعلم الاسنان الموضوع ده بقى متطور جدا في اخر كم سنة بقى في حاجات جديدة ما نعرفهاش فكده جايب لكم اخصائي هيعرفنا هنعمل ايه وازاي هنعالج موضوع التساوس ازاي هنعمل تقويم هيقول لنا هنعمل ايه في كل ده ازايك يا دكتور معنا دكتور احمد محمد سقر اخصائي تركيبات وزراعة الاسنان ازايك يا دكتور يعني يا دكتور كده باختصار ممكن نبدأ بايه او انت حابب تتكلم في ايه او ايه اللي انت حابب تتكلم فيه انت تتكلم في كل حاجة انشاء الله يعني ممكن نشوف اكتر حاجة بتهمنا هوليو تسمعين دي اكتر حاجة ناس تسأل عليها او مش لا انا كنت بصراحة عايزة اسأل عن تسويس يعني ايه سبب تسويس الاسنان وعالجه زيه بص يا وما فيش حاجة بتمنع التسويس مية في المية غير ان احنا ننضف الاسنان ما يبقاش فيه بقايا اكل ليه التسويس بيحصل نتيجة لتلات حاجات تمام بقايا اكل اللي بتتغز عليها البكتيريا هو ما فيش حاجة اولا اسمها سوسة هي بكتيريا تتغز على فضلات الاكل اللي احنا بنسيبها في سناننا فبالتالي بتفرز احماض دي اللي بتاكل في السنة تخليها هش اوكي فالبكتيريا مش هنعرف نشالها علشان كده كده في ملايين البكتيريا حتى وحنا بنتنفس اوكي وعمل الوقت واحنا نايمين فاهم حاجة غسيل الاسنان بالليل علشان نشيل فضلات الاكل وقت النوم دي الحاجة الوحيدة اللي تمنع في شوية حاجات كده خاصة بالاطفال حاجة اسمها فيش رسيلة انتو حيات الدكتور بيعملها دي نوعا ما بتقلل بس ان حاجة تمنع مفيش غير الغسيل قبل النوم لو واحد غسل معظم الناس او يعني معظم الناس اللي بيجولي العيادة قافل بيقولوا ان احنا بنغسل الصبح وبالليل ساعة بننسى بنكسل الكلام ده غلط خالص يعني بالليل اهم من الصبح طبعا طبعا لو لاحد غسل مئة مرة وبالليل لا اهتساوس اهم حاجة بتاعت بالليل اوكي الصبح حلوة ثلاث مرات في اليوم مصبوط لكن اهم حاجة قبل النوم بس يعني دي اهم منه قطلة نفس السناني قبل النوم دي الحاجة اللي هتمنع التسويس بالزبط كده تمام طيب ماشي خلينا نرجع للهوليد سمايل تمام الهوليد سمايل فيه منه يعني ايه اساسا بصي هوليد سمايل دي فيه ناس كتير فاكرة ان هي حاجة بتتعامل او حاجة بتتركب تدي الشكل الجميل لا يعني كلمة هوليد سمايل دي حاجة احنا بنبعزين نوصل لها اللي هي البتسامة الجميلة بنوصل لها ازاي يعني انتي مسلا سنانك حلوة ما فيهاش كسور ترتبها كويس يبقى كافي جدا ان احنا ممكن نعمل تنظيف وتلمية نعمل تنظيف وتلمية وممكن نعمل بليتشينغ تبيض يبقى احنا كده وصلنا للهوليد سمايل اوكي طيب لو السنان فيها مسلا سبيسيس بسيطة فيها كسور بسيطة الحاجات دي نعمل ايه ليها بقى حلول كتير ممكن هتسمع عن الفينيرز هتقول لنا برضو هنتكلم في الحاجة هنتكلم فيها اوكي فيعني لو لسنان كويسة بنكتفي بس بالتنظيف والتبيض والحاجات دي لكن لو لسنان فيها مشاكل بين علاجها ايزر بقى باي الكراونز باي الفينيرز يعني ده مش اكلم عني يعني ده مش اكثر انه انا بحفظ على شكل ضحكتي وشكل بققي بالضبط احنا الغرض ان احنا نعمل ابتسامة جميلة وكل واحد على حسب حالته يعني فيه ناس كتير بتمشي انه مثلا فلان عمل فينيرز البقق كله فبقى شكله جميل فانا هروح للدكتور اعمل فينيرز انا كمان ده غلط احنا ما ندورش ان احنا نقلد احنا ندور ان احنا نشوف حالتنا ايه الانسب لها وممكن تب حالتنا نوصل لنفس النتيجة بتكلفة اقلب كتير دي الدكتور اللي بيحددها لما الدكتور بيكشف وبيشوف ايه الوضع بيفاهم البيشنط تريتمنت بلان بتاعته وكده كده هتوصلي لنفس النتيجة الفكرة ان انا لازم اجي اسأل واقول امتى وانا محتاجة ده ولا لا بالزبط فهي الهويتسمايل دي مش حاجة بتتعمل على قد ما هي حاجة عايزين نوصل لها بس كده حاجة تجميلية بالزبط طيب تمام عرفنا بقى ايه الفرقة بين الوينيرز والوينيرز تمام عارفة ابسط حاجة عارفة الدوافر اللي تتركب تدي شكل ولون كويس هي الاتنين حاجة واحدة تمام عبارة عن ايه طبقة بتحطى على سنة من برا تمام بتدي الشكل واللون يعني ده برضو تجميل ده تجميلي بس مش علاجي عشان اقولك حاجة احنا عندنا فيه يعني حاجات بتبقى علاجي وحاجات تجميلي شغلنا متقسم نصين علاجي وتجميلي فالفينيرز دي تجميلي بس عبارة عن ايه عدسات بتحطها على الطبقات على الاسنان من برا عشان تدي الشكل واللون الايديال بحيث لو حد مثلا سنانه فيها بقع بيضة الهايبوكالسفيكيشن لو نقص كالسيوم فيها كسور بسيطة فيها سبيس بسيطة ما بين الاسنان الحاجات دي كلها بنحط العدسات دي من برا تدي الشكل كويس طيب ايه الفرق؟ طب تمام احنا معنا الصورة يا دكتور ممكن تقولينا هاي دي كس للفينيرز اوكي دي الحالة قبل وبعد ده تجميل بس مش حاجة علاجية ده تجميلي بس لا مش علاجي يعني لو السنة محتاجة حاجة تقويها لا الفينيرز ما تقويش الكراونز هي اللي تقوي يعني ده عالج الاسبيس اللي ما بين الاسنان الاسبيس والكسر البسيط اللي في الصورة اللي فوق فيه كسر اه في يعني تلاقي السنة مكسورة اخد اج كده ده بيعالج الاسبيس والكسر وعلى فكرة شايفها الشكل بقى كويس ازاي عشان كده انا بقولك كل واحد على حسب حالته لو يعني الواحدة يعني احنا بنعملها بالواحدة اوكي ففيه ناس بتروح تعمل على كله هوا مش محتاج ده يعني الكيس دي اللي اتعامل الفينيرز على الاتنين سنترل زي السنتين في النص بس بس شفتي زبط شكل ازاي يعني تقريبا انا شايفها اللي في الجنب ده فيه سبيس بالزبط عشان دي ما تعملتش لو اتعامل بقى كله الانتيريور كلهم هتقفل ده خالص بس الكيس مش محتاجة لان عشان تعمل كده هتخش التكلفة كبيرة اللي هو لو قلدت هي كده تصرفت صح بان هي عملت على دول بس فقدت الشكل المناسب بقل تكلفة اللي هو يا جماعة استشيروا قبل ما تبدأوا تعملوا مش تقليد فيه بس تمشي على الدعاية فلان عمل هروح اعمل لا الكلام بغلط جدا لازم تروح لدكتور يقولك هتعمل امتى وازاي وانت محتاج ده اساسا ولا لأ بالزبط دي بقى تمام ايه نواع التركيبات تعودية بس نسيتك انا مليك حاجة انت سألتي على الفرق ما بين الفينيرز والليومينيرز او تتلمني عن الفينيرز بس كل الموضوع ان الفينيرز بنبرد سمك نص ملي من لسنة من بره برد بسيط لكن اليومينيرز ما بنبردش حاجة تتحط على طول طب دي بتفرق في ايه بتفرق ان احنا لو السنان طلع البرة شوية فلو حطينا السمك بتاع الفينير بيبقى تقريبا من 0.3 إلى 0.5 ملي يعني نص ملي بس ده بيبان في الشكل لو السنة طلع البرة ماينفعش نحط عليها من غير برد لازم نبرد النص ملي علشان يجي سمك الفينير تعود ويبقى الشكل كويس طيب لو الشخص ده اسنانه راجع الورا اصلا شوية فعادي ان احنا نحط طبعا بره نزود البروتروجن بتاع الاسنان طب معانا صورة ايه اه لا دي حاجة طبعا دي بتاعت التركيبات تعودت طب ممكن تخلوها يا جماعة تخلوها سمك اه اوكي ففهمتي الفكرة فلو احنا محتاجين نطلع السنان لبره مش محتاجين نشيل سمك تبقى اليومينيرز لكن لو احنا محتاجين نشيل السمك ده عشان نعواده بالفينير بيبقى سمعه فينيرز انا روح لدكتور برضي قولي هعمل ايه ما روحش انا حدي ده اقوله انا عايزة اعمل كذف اه في نصة بتيجي هي عايزة محددة انا عارفة فولانا عامل كذف انا هقلت لا الكلام ده طبعا غلط تمام خلان نرجع بقى للصورة والتركيبات تعودت اه دي رأى ما انا قلتلك تركيبات فيه تجميلي وفيه تعويدي تمام ده تعويدي يعني تعويدي بمعنى ايه لو سنة مكسورة او سنة متشالة اصلا تركب حاجة مكان اللي وقعت مكان اللي وقعت بنعوض السنان تمام مش خلعة دي كانت جدور بتلاقي ناس عندها جدور بس لما تكسارة تمام دي الجدور السورة اللي على الشمال اه تعالج علاج العصب الاول بنعالج الجزور نفسها وبعد كده بنحط دعامة في السنة ونبني السنة تاني فدي بعد البناء وقبل التركيبات تمام يعني هو في الاول ما كانش فيه غير الجدور دي بس لا لا السورة الليقولة اصلا مش موضة كان جدور بس دي بعد ما تعالج التعالج العصب لا لا معلش السورة اللي فات اللي قابليها معلش يا جماعة ايه بعد ما تعالج علاج العصب وتبانى الدروس واللي على اليمين بعد ما ركب التركيبة بقى دي كراونز كراونز يعني ايه حاجة بتغطي السنة كلها يعني بعد ما عملنا التركيب بعد ما بانينا السنة عملنا عليها التركيبة اللي هي في السورة اللي على اليمين اوكي دي بتبقى تجميلي وتعويدي تعويدي يعني بناكل عليها وبتقوي لسنة مش حاجة مش تجميل بس دي بتقوي بقى والتانية الصورة بقى اللي بعدها الصورة اللي بعدها يا جماعة معلش دي بقى نفس الفكرة بس يعني احنا ما بنناشل سنة دي لسنان كويسة وفيه سنان تانية مخلوعة أصلا طب دي عشان نعملها ايه دي اسمها بريدش كوبري يعني ايه كوبري يعني كوبري بيبقى لوه عواميد عمودين شايلين الكوبري هنا كذلك احنا بنعمل السنة من الناب للناب فدي عواميد من بره وفيه عواميد في النص وشايلين اللي في النص فبالتالي بتاكل عليها وشكلها كويسة يعني برضو تجميلي وعلاجي دي تجميلي وعلاجي اه دي بقى في منها انواع التركيبات دي بقى الكراونز دي في منها انواع دي ايه الانواع بتاعتها فيه النوع اسمه بي اف ام بيبقى طبقة معدن عليها طبقة بورسلين عشان تدي اللون اللي بيدي اللون البرسلين دي كويسة وكل حاجة بس طبعا لون السنة لون السنة العادي الطبيعي لأنه يبقى طبقة معدن لونها معدني وعليها طبقة بس بورسلين تدي اللون فيه بقى نوع تاني اسمه زركونيا أو إيماكس ده طبعا أفضل بس طبعا ده بيبقى أغلى ده على حسب يعني المريض يقدر ألقى ولو خالفي ممكن نعمل ده أو ده لكن أمامي بيبقى يفضل الزركونيا طب إيه الزركونيا؟ الفرق يعني الفرق ما بينهم إن الزركونيا أو إيماكس حيدي أول سرامك ما فيهاش معدن أصلا يعني هي بورسلين بس يعني الأولين بيبقى طبقة معدن عليها طبقة بورسلين ده بورسلين بس أحسن في إيه؟ أحسن في حد كتير في الشكل إنما الشيد بتاع المعدن تحت البرسلين ما بيبانش بيدي تدريج الألوان بتاع السنة الطبيعي يعني السنة مش لون واحد لو أنت ركستي في المراية هتلاقي إن سنتك من فوق عند الليسة غير الإج بتاعتها الغمقة شوية من فوق الغمقة ومن تحت فتحة شوية تدريج الألوان ده بيبقى موجود في الأول سرامك أحسن فشكلاً بيبقى ساتيكس تجد كتجميلي أفضل كتجميل لكن علاجي وهم الاتنين هم الاتنين كويسين آه طبعاً لا الاتنين أكوية لكن في الشكل طبعاً أكيد الأول سرامك طب طالما تكلمنا عن الليسة بقى فنكلمنا عن الليسة الغمقة دي ناس كتير جداً مش فيكي منها الناس اللي بيبقى عندهم لسة غمقة دي عبارة عن اي دي ليها كذا سبب أشهر سبب فيهم حاجة اسمها ريشيا البيجمنتيشن ده بيبقى غالباً له علاقة بالوراثة بيبقى الناس مثلاً اللي في صعيد مصر الناس الأفارقة بيبقى الليسة بتاعتهم غمقة تمام؟ في حالات تانية بقى دي بسبب التدخين بس لما يبقى التدخين بقى يعني بيخلي الليسة غمقة شوية ده نتيجة لإيه؟ يعني التدخين بيأثر على الليسة مش حالة لون السنة؟ هو مش بيأثر على الليسة بشكل مباشر هو كل الموضوع إنه هو بيقلل نسبة الأكسوجين في الدم اللي واصل للليسة الأكسوجين في البلد فبالتالي الليسة بتبقى لونها غمقة شوية يعني الدم اللي بيخلي اللون الليسة وردي ما بيوصلش بنسبة أكسوجين كافية فيخلي الليسة غمقة شوية ده بسبب التدخين طب لو حد ما بيدخنش وبرده الليسة عدوهم أه ما نقولت لك يبقى سعادتها ريشيا البيجمنتيشن دي وراسة ودي بقى حلولها إيه؟ ليه حل إنه إحنا يعني ليه حل جراحي إنه إحنا بنماشي الليسة بنشيل الجزء من الليسة ده وبتحط حاجة اسمها دريسنج طبعا عشان تقلل الحرقان يعني بنشيل طبقة الليسة دي واحدة في واحدة الليسة بترجع تاني طبقة الليسة بنشيلها؟ أه أه هي حل ريخم شوية بس ده يعني حل هو عادة ما حدش بيعمله والناس تهتمل بالأسنان أكتر إلا لو حد بقى الليسة عنده باينة ومش عاجبه الشكل لأ فيه الناس بتبقى الليسة عندها عريضة شوية يعني آه لأ دي حاجة تانية أو في الابتسامة باينة اللي هي جامي سمايل آه لأ دي ديها ليها بتقصي بتشيل الزيادة دي ليها حل جراحي وحل ليزر دي حاجة تانية غير الليسة الغناء دي حاجة ودي حاجة ده حل وده حل طب وأضرار التدخين على السنان غير اللون مثلا يبقى سفر أو لا هي أعتقد تدخين مالوش علاقة مالوش ضرر على الأسنان غير ان هو بيصفر الأسنان ودي البيشنت لو موازب على التنظيف والتلميع ودي حاجة طبيعي ان هي روتينية كل ست شهور ما بيأسرش قوي يعني ما بيلحقش ان هي تصفر قوي آه في بقى حاجات تانية يعني النوعا ما نسما بتركيزش فيها هي ضرر على ستات أكتر لو ست حامل وبتشرب سجير وهي حامل ده بيأسر على تكوين الأسنان ان ممكن البيبي بعد كده لما يتولد واسنان وتطلع ان السنان بتتكون في العظم وقت تكوين الجميع فبدا بيخلي الطفل ده في عرضة ان السنانه تحتاج تكوين دي بوينت استاتم متاخدش بقى لها منها قوي لا لا تاني كده تاني ان لو واحدة بتشرب سجير وهي حامل ده أسنان تكوين الأسنان ده ممكن يخلي في عرضة ان المريء الطفل ده لما يتولد سنانه بعد كده تحتاج تكوين يعني بيأثر على تكوين أسنان تكوينها بالزبط غير كده بالنسبة للكبار يعني المدخنين هو بس بيصفر الأسنان ويحتاج بقى لتنظيف والتنمية ده كل ست شهور طب ممكن نعرض يا جماعة بقى السور طب ممكن نعرف الفرق ما بين الطبيط والتلميع أوكي التلميع ده بيتعامل معه لتنظيف الجير هي حاجة بتبقى تنظيف وتلميع اهو ده تنظيف وتلميع بس دي المفروض أصلا حاجة روتينية كل ست شهور لأنها أولا عبارة عن ان احنا بنشيل الجير عشان نحافظ على التهاب اللسة ما يحصلش التهاب واحنا بنعمل كده من جوه ومن بره اه السنة كلها من جوه ومن بره احنا بنشيل الجير اللي هي الطبقة اللي بتتكون على الأسنان عشان ما يحصلش التهاب لسة ولسة جيب دم وكلام من ده وفي نفس الوقت بنلمع التلميع عبارة عن ايه التلميع احنا بنرجع السنان للونها الطبيعي لونها الطبيعي ده اللي هو ايه يعني بنشيل أثر التدخين الشاي القهوة المسكافية حتى لو ما فيش الحاجات دي لو حد بيشرب كاركادي كتير بيأكل برقوق كتير حد كلها بتزبغ تمام فالتلميع ده بيرجع السنان للونها الطبيعي ايا ان كان بقى انت لون سنانك فاتح يعني لازم اعمل ريفيو كل ده المقاطة المفروض طبعا كل ستة شهور ده عشان تحافظي على سنانك كويسة ده ايه الفرق بقى ما بين التلميع والطبيعي الطبيعي بقى ده بيبايد زيادة عن اللون الطبيعي ده مش روتيني التلميع يعني برجع السناني لونها لونها ايا ان كان بقى انت سنانك فاتحة سنانك غمقى شوية دي مش بتاعتي تمام انت شفتي ان الوضع محتاجة تبيضي اكتر بتعملي الطبيعي دي حاجة بقى بتبيض اكتر ما عايز زيارفي الميكانيزم بقى بتبيض اكتر ازاي اقولك يعني هقولك بطريقة بسيطة عارفة انت لو جبتي كوباية كوباية مية وحطتي فيها نقطة حبر هتبقى زرقة كلها طيب لو حطتي نقطتين هتبقى زرقة برده بس اتقل طب لو ثلاثة هتبقى اتقل هي كل الموضوع احنا بنقلل الكروما بتاعت يعني اللون درجة الساتيوريشن بتاعت اللون بتقل فسنانك بنقى بيض شوية تمام طب ممكن نتكلم عن التقويم بقى التقويم طيب التقويم ده معنا صورة برده دي حالة تقويم شفاف التقويم له يعني حاجة تانية اما التقويم الوائر اللي حارك عرفيه طبعا ده كلنا عارفينه او او دي حاجة جديدة تقويم شفاف بس طبعا تقويم الشفاف ما بينفعش في كل الحالات الشفاف ده تقريبا لو بيتركب اه حاجة زي كوفر للسنان بيتركب بيبقى ضاغط على السنان شوية بيحرك الأسنان وكل شوية يعني كل فترة بناخد معيس طب يعني امتى اقول ان انا ما عاوز اركب شفاف او اركب تقويم معايد دي بقى الدكتور اللي بيقولك لان الشفاف ما بينفعش في كل الحالات في حالات بينفع الحالات المايند او المودرت المتوسطة اه دي كان معمولا ايه دي تقديد تقويم شفاف اللي هو اه ده ده بالضبط ده له مميزات وايو ايه مميزاته احنا هنتكلم في حالة ان الكيس تسمح يعني الحالة دي قاعدت قد ايه عشان توصل لكده دي 11 شهر 11 شهر 11 شهر وبنزود عليها طبعا كده كده ست شهر ريتينر مسبت لانه لو المريض بعد التقويم لو فرح بالشكل وملبسش المسبت بترجع تاني لكنه ما عملش حاجة بالضبط لازم يتلبس المسبت ده في اي حالة تقويم سواء شفاف او غيره بس انا عايز اقولك على حاجة ان التقويم يعني دي حاجة برضو للناس تبقى فاهمها التقويم الشفاف لهو مميزات ايه مميزاته انه هو بيتشال وقت الاكل غير التاني يعني انا نفرش اكل بي ولا لا لا انتي بتقلعي وقت الاكل اه وقت الشرب السخن غير كده هو ملبوس اليوم كله طيب ده ايه اضراره او ايه عيبه عيبه ان المريض لو مش كوكوبرتف يعني مش متعاون المفروض بيتلبس من 20 ل 22 ساعة في اليوم اوكي لو المريض مش هيلبسه المدة الكافية هيطول وقت المفروض لو هتخلص مثلا قلنا له هتخلص في سنة لا لو لبسها بدل الـ 20 ساعة لو لبسها مثلا 15 ساعة ممكن تخش في سنتين سنة ونوص سنتين بالزبط هو هيطول على نفسه فاحنا بنقيم المريض بنا وبالنفسنا لو الحالة تسمح عادي وشفاف وهنا حاسه مش هيلتزم او هو بتاع المعامل من زمانه وهو مش ملتزم لا يبقى هعمله العادي لانه هو كده كده موجود مش هيعرف يشيله هيكل بيه و هيشرب بيه تماما بالزبط لكن لو ملتزم يبقى طبعا احسن له لو ينفع لان في حالات طبعا الحالة الكبيرة ما بينفع لها الشفاف لازم الوائر مضطرين يعني ماينفعش تكون سناني بايزة خالص هو ركب اللي هو الشفاف هيبتبع لحسب الحالة هيا حسب الحالة ده بيعالج حالات معينة زي المسافات بين السنان بيعالج الشفاف الشفاف اه بيعالج البروتروجين لو سنان طالعه على البرة بيعالج كراودينج بسيط لكن فيه بقى حالات تبقى سفير كراودينج وحالات كده بنحتاج نخلع لها دروس من وراء عشان نرتبوا الحاجة دي طبعا دي محتاجة بقى تريت مند بلان محترمة ودكتور متخصص تقويم خلي بالك احنا مجالنا تخصصات انت سمعين دكتور متخصص زراعة دكتور متخصص جراحة طب يعني ايه ما كلنا ده كاترة سنان اقولك بطريقة بسيطة زي لعبت الكورة ما كلهم بيلعبوا كورة لو جبتي واحد لو اتزنقنا في حد في الدفاع ما منجيبها حد من خط الوسط يلعب هيعرف يلعب بس عمره ما يلعب زي المدافع فهيعمل آخر في كل دكتور اللي ما بيعمل دراساته العليا في حاجة معينة فدكتور التقويم عمر ما حد عادي حتى لو ااخد كورسات تقويم عمره ما هينافس الدكتور اللي هو متخصص تقويم وكذلك في الزراعة المتخصص زراعة عمر ما حد تاني حتى لو بيعرف اشتغل زراعة ما هيعرف يعمل ده فهي التخصصات ده بتخلي الحد أفضل في الحاجة دي فالسؤال مهم الناس كتير بتسأل فيه عندي كم درسة عقلة وليه اسمه درسة عقلة أساسا هو ملوش علاقة بالعقلة هو درس اسمه درسة عقلة علشان بيطلع في سن من 18 ل 21 سنة اللي هو سن اكتمال العقلة لكن هو ملوش علاقة بالعقلة وفيه أربعة يعني كل كوادرانت كل ناحية فوق يمين تحت يمين فوق شمال تحت شمال كل ناحية بيطلع فيها درسة عقلة تمام طب ايه علاقة السنين بالكورونا ايه ده لا مفيش علاقة سنين بالكورونا وكل الموضوع لا مش نتعامل ازاي نتعامل ازاي في الكورونا ايو لا بصي اقولك زي زي اي مجال احنا خلاص كلنا بنتعامل طبعا بناحاول ناخد يعني احتياطاتنا الحالة الاحترازية زي ما بنعملها برا المفروض بنعملها مع دكتور السنين بس كل الموضوع بيبقى البيشنط مضطر انه يقلع الكمامة قدام الدكتور لانه هو بيشتغل في بوقه فالدكتور هو اللي بياخد بريكوجينز اعلى وانا عايز اقولك حاجة بكاترة الاسنان في العموم من قبل الكورونا والحيات دي اكتر الناس بتهتم بالانفكشن كنترول ليه احنا بنشتغل في بوق العين والشي ما فوشه فكده كده احنا عطول بننبس المسك تمام من قبل الكورونا اصلا الحاجات دي احنا اكتر دكترة والناس بهتام بكلام اللي هي الحات عشان مكان الاماكن اللي نمسكها فكده كده احنا مهتمين بس بالنسبة بقى للبيشنط المفروض طبعا ما يجيش العيادة غير بالكمامة ودي اصلا تعليمات من نزارة الصحة انا ما حدش يدخل عيادة غير بالكمامة بيقلعها بس لما يقعد على اليونت اللي هو كرسي الاسنان ويفضل طبعا دايما المريض الاسنان ما بيجيش لوحده غالبا بيجي معاه مرافق حد معاه تمام انا بينجي بقى اوه يعني يقف يمسك ايده ويقعد معاه يسليه انت يعرفة فيه خوف من الاسنان شوية فيفضل طبعا في الظروف دي ان المريض لما يخش قط الكاش فيخش لوحده احنا كده كده بنهوي العيادة بين كل البيشنط والتاني والكلور والحاجات دي لكن يفضل ان في الظروف دي ما حدش ييجي معاه مرافق يعني يدوب البيشنط الواحده اللي يخش عشان برضو العدد فقودة واحدة الحاجات دي الا بقى للضرورة لو حد كبير في السن محتاج حد يساعده يقوم يقود الحاجات دي غير كده يعني يفضل يبقى الواحدة تمام طب حدرتك تحب تفيد الناس بايه او تديهم نصايح بايه عشان يحاولوا يحافظوا على سنانهم من التسويس او من اي حاجة هو اول حاجة غسيل الاسنان كل يوم بالذات قبل النوم تنظيف وتلميع كل ست شهور لان ده لهم ستين احنا منحافظ على الليسة ان هي ما يحصلاش اي التهابات وما يحصلش تسويس النقطة التانية ان الدكتور لما بيعمل تنظيف بيشوف فلو حاجة ظهرت في الاول فيه تسويس ظهر بيعالجه في الاول بيبقى حاجة اولا بسيطة جلسة واحدة مش مكلفة يعني لحق الموضوع في الاول غير لما يسيبه ويوصل عصب ويحتاج بقى جلسات كتير وتكلفة اكبر وكلام من ده فكده كده ده الاهتمام بلس ان معظم الناس انا بشوف مثلا في الدعاية على السوشيال ميديا او كده الناس كلها بتسأل حتى تجميلي ممكن وبيجي لي ناس كتير جاية عندها ان هي عايزة يعني تعمل حاجة تجميلي وستنع فيها تسويسات لا طبعا احنا بنعالج الاول وده الاهم بعد كده نشوف التجميلي ماينفعش نعمل حاجة تجميلي وفي ده سويس عالج الاول افتكرت حاجة مهمة مهمة جدا كمان في حاجة اسمها سناب اون سمايل دلوقتي تتعامل اللي هي هوليد سمايل المتحرك دي معظم الاقبال عليها لان هي مش غالية زي الفنير زرحات المكلفة بس الناس مش فهمة ان دي حاجة مؤقتة في ناس بتيجي تعملها انها حاجة دقامة دي ووظفتها ايه اساسي ده كوفر بيتلبس للأسنان فوق وتحت بيدي لشكل زي يجرب للموبايل هو يجرب للسنان بيخب السنان ويظهر السنان بقى اللون الجميل الشكل الجميل هي حلوة بس دي في حالة طوارق يعني حد حصل مشكلة في سنانه هو مسلا عنده فرح عنده حاجة يعني بتبقى حاجة مؤقتة سريعة لغاية بقى ما يعالج صح الناس بتيجي تعملها انها حاجة دقامة وده غلط ومبيتاكلش عليها اخر تاكل عليها جاتو حاجات طريقة حاجات بسيطة بالزبط تمت تقولين كده دكتور ايه اكتر موقف اثر فيك او ايه اكتر حالة كانت بالنسبة لك انت وقفت ان دهشت دي اتين كده مثلا ولا حاجة لا انا هقولك حاجة هو يعني الحمد لله احنا مجالنا انا بيبسطني شخصيا ان لما مريض يجيلي موجوع فيه ناس بيجيلي حرفيا لغاية ما يجي مثلا دورها في العادة بيكونوا ودي حرفيا حصلت واحد كان بيخبط رأسه في الحد برة من وجه عصب فغنس انه هو يخل عندي تعباني يطلع مرتاح دي راح دي مبدئيا بلاص الشكل لما بنعمل حاجة تجميلي حلوة يعني بتبسط الواحد وخصوصا ان فيه نفسهم ما بيكونوش متوقعين النتيجة انها تبقى كويسة فلما اشوف يعني البيشن طالع مبسوط من ده يعني يعني فيه حد من الناس يعني هي بتعالج عندي من زمان جدا بس حاجات عادية بقى حشو هلاجع عصب كلام من ده انا نفسي كنت بلاحظ انها بس انا متنزلش على الفيسبوك صور كتير او كده عشان كانت سنعمق قدام متكسرة لما عملت شغل تجميلي انا بيت بلاحظ انها بتنزل صور اكتر دي حاجة انا من جواية بتبسطني يعني فهمه يعني دي عمتلا كلها حاجة بتقصر اللي واحد يبقى مبسوط من نتيجة ان هو شايف ان البيشن طالع من عنده مبسوط بس يعني لكن من كده كان فيش حاجة بتقصر ايه اللي عايصر مسي جدا يا دون دكتور طبعا احنا استفدنا من حاجات كتير واكيد هيبقى لينا حلقة تانية عشان نكمل كل حاجة انت محتاج تقولها واستنونا الحلقة الجاية باستشارة جديدة